متابعين الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناتكم وقناة المهاجر كما العادة مع سوفيا المرزوق يغلق نقشو أخبار حصرية ومتنوعة أول شيء جمعة مباركة للجميع تمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كنشكر كل متابعين الكرام على الدعم ديلكم على الكلمات ديلكم الصادقة في حق القناة وصاحب القناة بدو على بركة الله متابعين الكرام أول الأخبار اللي غدين نقشو في هذه الحلقة هذه غدين بدو بالتنمية المستدامة مشاريع مهمة جدا المملكة المغربية مقبلة عليها من الطاقة النووية حتى للغاز غدين ندروا على تفاصيل مهمة جدا في هذا الخبر الأول وتخطي العقبة اللي بغوا يطيحوا فيها أعداء المملكة المغربية هذا الأرض الشريفة أما في الخبر الموالي فغدين نتحدثوا على مراقبة الحدود يعني جوج دي الأمور حيوية بالنسبة للأمن والأمن الطاقي دي المملكة المغربية ندروا على مراقبة الحدود أقمار إصطناعية جديدة تم الإطلاق ديالها صالح المملكة المغربية كذلك يوم واحد شتنبير غدين تبدأ مناورات مهمة جدا في السواحل ديال المملكة المغربية غنشوفوا تفاصيل مهمة جدا كذلك على هاد الأخبار هذه أما في الخبر الموالي فغدين نتحدثوا على منطقة القبائل منطقة القبائل اللي كتعلن العصيان على نظام العسكر الجزائري فهذا الحملة اللي كانت ماشي حملة انتخابية هي حملة مسعورة على المملكة المغربية نشوفوا تفاصيل مهمة جدا وكيفاش منطقة القبائل تعلن العصيار على نظام الكابرانات أما أخيرا نختموا الفيديو ديالنا بالشأن الاقتصادي وتحديدا إسبانيا والمغرب نشوفوا ضعف سلاسل توريد العالمية ومثاق الاستثمار الجديد اللي كيدفعوا كثير من 360 شركة إسبانية نقل النشاطات ديالها للمغرب وتعالى بركتي لها الإخوان بأول خبر في هاد الحلقة هادي وكما قلت لكم غدين نتحدثوا على أمور مهمة مهمة جدا للغاية أمور حيوية عندها علاقة بالتنمية المستدامة كما عرف الجميع المغرب عنده تحديات كتيرة بطبيعة الحال وكانوا أعداء الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية بغين يوضعونا في واحد الأزمة حقيقية لكن معا من؟ هاد الشيادة اللي وقع في لبنان مؤخرا ديال القطاع الكهرباء إذا عقلته غني نذكركم أن الصعار ديال النظام الكابرانات والدباب دياله في مواقع التواصل الاجتماعي الدباب الإلكتروني كان كيرض ضد نفس الكلمات أن المغرب غي يطحف هذه الأزمة هذي غدي تمشي وتحطبوه غدي تفعلكم طو غدي يطرالكم غي طرالكم غي طرالكم احنا عارفين بأن الطاقة هي الأساس ديال الاقتصاد ديال الدول هي الأساس ديال التنمية ديال الدول إلا ما كانتش الطاقة وما كانش الكهرباء وما كانش ما غيكون سياحة ما غدي تكون صناعة ما غدي تكون تشي حاجة نهائيا فهذه هي الرغبة ديالهم وكن نظن أنهم أساءوا التذبير علاش لأنهم سنوات وهم كيخططوا لذيك اللحظة هذيك اللي غدي كيجيب لهم بلهم أنهم غدي يطيحوا المملكة المغربية بواحد الأزمة حقيقية لكن المغرب كان أذكى وخدم يعني سنوات كذلك لذيك اللحظة هذيك وكان عارف بأن ذيك اللحظة هذيك جاية وهذا شي علاش مزيان تكون عارف الخصم ديالك وتكون عارف شكون باغي يأديك فهنا منذ سنة 2021 إلى يومنا هذا تغييرت بزاف ديال الأمور درجة أن المغرب مشاء أبعد من ذلك ولقى اكتشافات ديال الغاز اللي تقدر تحول في هذه اللحظات هذي وذي نعطيكم تفاصيل مهمة جدا الإخوان تقدر تحول يعني الاعتماد على الموارد المحلية المغرب يقدر يتحول الاعتماد على الموارد المحلية نحن عارفين يعني منذ سنة 2021 لدابا استيراد الغاز الموسال يعني كيكلف الفاتورة ديال الطاقة المغربية واحد الكلفة كبيرة بزاف وهذا الكلفة هذيرة كتمشي من يعني الخزينة ديال البلاد يعني كتمشي متنمية بزاف ديال الحويش فهذا شي علاش من ذيك اللحظة هذيك إلى يومنا هذا شركة مغربية استحوذات على واحدة شركة ديال التنقيم هذا شي هذا كله من جهة لكن هناك واحدة تحديات أخرى قبل من أن نظروا على استكشافة ديال الغاز وشنوه كيدل مغرب ونظروا على يعني آآ hamm إنشاء اول خززان به موقع حق التندرارة كذلك غاد نظرو على الاكتفاء الطاقي اللي كيتوجه ليه لمملاكه كدوجه لي المملكة المغربية كين وحد تحدي آخر اللي إ 2500 يبانους وأكلمسواه وهو تحدي ديال المياه وندرة المياه وهذا ندرة المياه يعني كي تجاوزها المملكة المغربية بطبيعة الحال بتكلفة أقل عنا واحد العلم أعطينا واحد المخرج كما يقول المثل جغمة من البحر ولا جميل الواد يعني كنا نظروا على تحلية مياه البحر هذا الحل هذا أعطاه لنا العلم لكن هذا الحل هذا عنده تكاليف باهظة ويقدر يأثر على الاقتصاد الوطني فهنا بطبيعة الحال كي يرجع المطالب بالاعتماد على الطاقة النووية وهذه مطالب مشروعة بطبيعة الحال وأي دولة يمكن لها تبرر في هذه اللحظة هذه الاعتماد على الطاقة النووية أول شيء يجب أن يعرفوا كل الإخوان راه ماشي الكابرانات بحدهم لكي نفسوا المملكة المغربية على المستوى القاري يعني داخل الإفريقية كابرانات أصلا المنافسة ديالهم أصبحت ضائلة وضائفة من بعد الحماقات ديالهم ومن بعد الشهادة كامل اللي تطحوا فيه والأخطاء اللي تطحوا فيها حتى مع أقرب الحلفاء لهم وفي إشارة إلى روسيا هنا كنا نظروا على منافس آخر عند المغرب ومنافس قدروا نقولوا هذه المنافسة دياله هي منافسة مشروعة ماشي حقد ماشي كراهية كنا نظروا على مصر مصر دبا حاليا هي اللي تبرز كأول منافس ديال المملكة المغربية داخل القارن الإفريقية لكن البعد الجغرافي والموقع ديال كلا الدولتين مختلف هذا هو الاختلاف يعني الموقع ديال المملكة المغربية يعطيها واحد طابع والموقع كذلك ديال الميصر لأنها عندها موقع قرب القرن الإفريقي كذلك إطلالة على الدفة الأخرى والواجهة الأوروبية في إطلالة على اليونان القرب ديالها كذلك من الشرق الأوسط هذه مميزات أخرى كالتعطى الميصر وهنا في مكينة واحد المنافسة جديدة عند المغرب لكن لن تكون شريسة لو كانت مصر في الجوار ديال المغرب كانت تكون أشرس بكثير لأن مصر أقوى بكثير من الكابرانات وعندها خطط استراتيجية كذلك فهنا دب الصراع القائم في العالم كله علاش على الماء وندرة المياه فتصور معاي أنه خاص طاقة باش يتم تصفية مياه البحر وهنا كنا نضروع على واحد المطلب مشروع اللي كان عند المملكة المغربية منذ سنوات الوراء كنا نضروع على الأزيد من 20 سنة وهو الاعتماد على الطاقة النووية هذا المشروع هذا بدك يقرب أكثر من أي وقت مضى وكل يعني المغرب عنده كل الحق أنه يطالب به بدون اعتراضات دولية ولا أي شيء فإحتفل العالم أجمع كل عام باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية وإذا كان سوء استعمال هذه الطاقة قد تسبب في الكثير من الأدرار الإنسانية فإنها تبرز اليوم كحل مناسب للحد من البصمة الكربونية للدول ويعقد المغرب آمالا كبيرا على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر مع تحقيق استقلال للطاقة ومحاربة تغيير المناغ في الوقت نفسه وبدأت الدراسات حول هذا القطاع في المملكة منذ أكثر من عشرين عاما والآن كل شيء يشير إلى أن البلاد مستعدة لاتخاذ الخطوة العملية خاصة لتشغيل محطات تحلية المياه المستقبلية ويتمثل تحدي في تحسين استخدام الطاقة مع الحفاظ على أهداف التنمية المستدامة التي يناصرها المغرب ويدافع عنها على الساحة الدولية وتعتبر الطاقة النووية خيارا مستداما يجب النظر إليه بجدية فيما بعد عام 2030 وسيشكل هذا الخيار محركا جديدا للتنمية والنمو طويل الأجل وسيكون تحدي هائلا في الأعوام 30 وال40 المقبلة لأن 80% من كهرباء العالم يجب أن تكون منخفضة الكربون مقارنة بـ 30% اليوم للحد من الآثار الناجمة عن تغيير المناغ في الوقت نفسه من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء كما هو الحال بالنسبة إلى المملكة المغربية في ظل الأثار المشتركة للنمو السكاني والإزدهار الاقتصادي للدول الناشئة سيزيد طلب على الطاقة الكهربائية سيزيد تكلفة الطاقة الكهربائية لماذا؟ أنك بغي تصنع مصانع بغي يكون عندك صناعة الأسلحة بغي يكون عندك هناك واحد تسريع وأضيف إلى ذلك الدول الإفريقية كذلك ما بغي تشتبقى ذلك الدول المستهلكة فقط بل بغي تستغل ترواد ديالها بغي تدوز للصناعة كذلك فشنو غد يوقع؟ توقع واحد المنافسة وهذه المنافسة اللي تحدثنا عليها في هذه اللحظات هذه يعني أن كل الدول التي لها طموح أنها توصل لتحقيق يعني الاكتفاء الداتي ديالها في الصناعة في أي حاجة في الأمن الغذائي في أي شيء غادي تحتاج الطاقة بواحد شكل كبير ويتعين على مختلف دول العالم استخدام جميع التقنيات منخفضة الكربون التي تتمثل في الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه السيناريوهات العالمية الرئيسية لإزالة الكربون تجعل الطاقة المتجددة والنووية تؤدي دورا تكميليا في الأداء الذي سيحققه نظام الكهرباء العالمي ويمكن لوضع السياسات اتخاذ خطوات لضمان إسهام الصناعة النووية في عالم خالي من الكربون بحلول عام 2050 وضمان استقلال للطاقة من ناحية توفير مصدر تنافسي للطاقة لتحلية مياه البحر لمياه الشرب ومياه الرئي للمنتجات الزراعية من ناحية أخرى يعني حتى الأمن الغذائي مرتبط بالطاقة كذلك وفي هذه الحالة هذه الطاقة النووية هي بديل واضح وتعد مشكلة إمدادات المياه استراتيجية للمملكة المغربية مثل قطاع الكهرباء بالنظر إلى الدور الرئيس لهذا المورد الحيوي لهذا المورد الحيوي للعديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية مثل إمدادات مياه الشرب والريف الزراعة والصناعة وغيرها وستواجه المملكة المغربية عجزاً مائياً يبلغ نحو مليار متر مكعب سنوياً بدءاً من سنة 2030 يعني هذا الشيء الذي سنرى وهذا ما هو إلا البداية فمن بعد سنة 2030 ستكون أقصى حسب التوقعات نتمنى والنطم الله سبحانه وتعالى لكن الخطة لمواجهة هذا الأمر تكمن في كل الأمور التي تقوم بها المملكة المغربية من هذه اللحظة لما هو قادم في هذا السياق توفر الخطة الوطنية لمياه 2020-2050 خريطة طريق لمواجهة تحديات الثلاثون عامل مقبلة وتعزز حلول تحليات مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي التي تبشر تكنولوجيا النووية فيها بالخير من حيث تكلفة الفعالية التي بدأت دراستها في المغرب في منتصف تسعينيات القرن الماضي وعلى المستوى الدولي هناك أمثلة مثيرة للاهتمام لدول استخدام مرافق لتحليات مياه البحر بالخيار نووي وهي الهند واليابان والكازاخستان كما تهتم دول أخرى بالاستخدام المستقبلي للطاقة النووية لتحليات مياه البحر لتخفيض تكلفة ديال هاد الأمر هذا هذي كلها يعني نقط هذي تدفع المملكة المغربية أنها تراهن على أن تكون في البلاد محطة طاقة نووية في أقرب وقت في أقرب وقت وممكنش يعني يتأخر هاد الأمر هذا لأن هذي ضرورة حيوية كذلك المغرب طبيعة الحال منذ سنة 2021 وهو كيبحث على حلول لتعويض قطرات ديال الغاز اللي كانت تتفق من الجزائر بطبيعة الحال نتحات المملكة المغربية أنها تلقى بديل دخلات للسوق للغاز الموسال تحاجة مصعبة بغيتوا غازكم خليوا عندكم بغيتوا تغلقوا الحدود غلقوها أجواء غلقوها تلو اللي بغيتوا ما كنش المشكلة المغرب تواصف حتى الجزائر تماما وبداك يشتغل على داخل دياله كتر ما يهتم بالعلاقات ديال واحدة دولة اللي ما عندهاش طموح تزيد الأمام فهنا الحلول كانت ولكن هناك بعض الحلول المكلفة كذلك مثل استيراد الغاز كذلك عدم توفر على منصات لتحويل الغاز أو إعادة الغاز لحالته الطبيعية بعد استيراده كغاز موسال الافتقار ديال المملكة المغربية لهذه المنصات هذه العائمة خلاه يعني يستغل العلاقات دياله جيدة مع إسبانيا من أجل إعادة تحويل الغاز في إسبانيا واستيراده هادش هذا زاد غالع لنا الفاتورة لأنه كذلك هاد العملية ما غدش تقوم بها إسبانيا مجانية ضرورة تدفع واحد تكلوفة الإسبانيا يعني استيراد الغاز الموسال يدوز يمر لكن الحمد لله مع مما تقطع الكهرباء والكهرباء مستمر الكهرباء اللي كيت تقطع في بلد الغاز يعني ما كيت تقطعش في المملكة المغربية وهنا طبيعة الحال جات مشاريع ديال الغاز الجديدة لتقود المغرب نحو الاكتفاء الطاقي وهذه الشهادة تحدثت عليه تقارير إعلامية إسبانيا المغرب يتوجه نحو الاكتفاء الطاقي ما معنى ذلك؟ يعني كميات ديال الغاز ونذكركم أن هناك شركة مغربية استحوذت على شركة بريطانية في التنقيب يعني إخدات الحصة ديال الشركة البريطانية باش تكون هي التي تدير هذا المجال هذا ديال التنقيب على الغاز كذلك هناك أمر آخر وهو إنشاء أول خزان بموقع حقل تندريرا يعني مدام المغرب لجاء أنه ينشأ أول خزان إلا أن هناك أمل على أن فعلا الأمور والمغرب يقدر يستعن باكتشافات ديال الغاز المتواجدة في البلد نشوف واحد تقرير اللي انشرته جريدة إسبانيا كتقول أن المغرب يتخذ خطوة مهمة نحو الحد من اعتماده على الطاقة من خلال تطوير مشروعين طموحين لإنتاج الغاز الطبيعي ولديهما معا إمكانات تقدر بأكثر من 28 مليار متر مكعب يمكن لهذه المبادرة التي هي حاليا في مراحل متقدمة أن تقود البلاد إلى مستوى جديد من الاكتفاء الذاتي في الطاقة في السنوات القادمة وأوضح المصدر ذاته أن أكبر مشروع لكلفة به شركة إنيارجيان البريطانية التي لديها رخصة استكشاف في حقل أنشوا قبالة ساحل محيط الأطلسي حيث أثبت الحقل أنه أكبر اكتشاف في البلاد باحتياطات مثبتة تبلغ 18 مليار متر مكعب من الغاز أما المبادرة الثانية التي تقع في حقل أرض تندريرا في شرق المغرب مملوكة لشركة تعدين محلية استحوذت مؤخرا على حصة شركة طاقة ساوند انيرجي البريطانية والتي تحتوي على موارد تقدر بنحو 10.670 مليون متر مكعب هذا الجوج دي الأبار قادرة تخلي المغرب يعتمد على الطاقة دي البلاد لكن المغرب لا زال حذر وخصوصا وزارة الطاقة والتنمية المستدامة في المملكة المغربية لا زالت حذرة ولا تريد الإعلان عن أي أمر علاش لأنه عندها عقود مع شركات دولية ومع دول التي تورد الغاز فهنا كذلك إنشاء أول خزان بموقع حقل تندريرا شهد حقل تندريرا المغربي للغاز طبيعي تطورا جديدا كشفته شركة ساوند انيرجي البريطانية التي أصبحت تملك 20% فقط من حقوق الإنتاج هناك وكشفت منصة الطاقة عن تفاصيل وتطورات الحق القائلة إن الشركة تواصل أعمال بناء سهريج تخزين داخل مشروع الغاز المسال الصغير وذلك ضمن إطار مسائيها لتلبية الطلب المتزايد في المغرب وعند اكتماله سيبلغ ارتفاع الخزان 22 مترا وسيكون قادرا على استيعاب 6200 متر مكعب من الغاز المسال هذه كلها أمور طبيعية الحال اللي المغرب يشتغل عليها فهذه اللحظة هذه من أجل العشر سنوات القادمة إن شاء الله بإذن الله باش يضمن الأمن الطاقي وكذلك يضمن الاقتصاد الوطني ما يتأثر بهذه التغييرات والتقلبات اللي كتوقع في العالم بصفة عامة والاعتماد كذلك على الطاقات المستدامة والطاقات المتجديدة يعني وبكل اختصار أن المغرب كيحاول يحمي الأمن الطاقي دياله من كل المخاطر اللي هي متوقعة أصلاً وبدأت كتبان للعالم لكن هناك أيضاً تحديات أخرى وهناك نتحدثه على ما هو أمني يعني المغرب كذلك أمامه جوار محفوف بالمخاطر كان ننظره على منطقة الساحل كان ننظره على دولة في الجوار ديال المملكة المغربية ما زالك تحكمها عصابة عسكرية تريد مشاكل مع المغرب هذا الشيء كامل كذلك تحديات أخرى أمام المملكة المغربية وخصصة توصل لحلول بطبيعة الحال في أقرب وقت لها فهنا ننظره على جوش ديال الأخبار أولاً ننظره على إطلاق قمارين إصطناعيين نانومتريين بالتعاون مع سبايس إكس المملكة المغربية تطلق واحد جوش ديال الأقمار إصطناعية كذلك ننظره على المناورات العسكرية المقبلة للمملكة المغربية مقبلة عليها لحماية الحدود البحرية وبسط النفوذ ديال المملكة المغربية فهذا القضية ديال القمارين الإصطناعيين ما عندهمش أغراض فقط استخباراتية فعلاً هناك مراقبة سفون وعدة أمور لكن كذلك الأمر خاص بما هو علمي فتم مؤخراً إطلاق أول قمارين إصطناعيين نانومتريين جامعيين مغربيين وبواسطة الصاروخ فالكون 9 تابع لشركة سبايس إكس وذلك انطلاقاً من قاعدة فاندربرغ بكاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية وأوضح بلاغ لجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذا المشروع المنجز في 16 غوش تلجاري على الساعة 57 دقيقة يعد ثمرة تعاون بين الجامعة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الالتقائية ترمي إلى تكوين جيل جديد من الباحثين والمهندسين الجامعيين المغربة في مجال التكنولوجيا الفضائية وسجل أن لكل من القمرين الإصطناعيين كتلة أقل من 4 كيلوغرامات وحجم محدود لافتاً إلى أن أيوسات القمر الأول مزود بكاميرا تتولى مهام رصد كوكب الأرض في حين أن القمر الثاني وهو ريبط مزود براديو معرف برمجياً وسيتكفل هذا القمر الإصطناعي حسب البلاغ بمهام الاتصالات لا سيما تحديد مواقع الطائرات والسفن فضلاً عن جمع البيانات من المحطات الأرضية ويجسد صميم القمرين الإصطناعيين القابل لإعادة البرمجة في المدار الخبرة التي تم تطويرها بجامعة محمد الخامس مما يتيح تعديل وظائف الأقمار الصناعية أو تعديلها أثناء الطيران حسب الحاجة هذه نقطة مهمة جداً كذلك والمملكة المغربية ماشي أول مرة كثلت أقمار إصطناعية وطبيعة الحال لغرض ما هناك أغراض علمية كذلك هناك أغراض استخباراتية مراقبة السفن توجيه السفن عدة أمور فهاتش علاش يوم واحد شتنبر غدي تبدأ واحد المناورات العسكرية سبقوا تحدثنا عليها هي مهمة جداً غدي تبدأها المملكة المغربية لكن ماشي أول مرة كثلت المملكة المغربية هذه المناورات هذه دارت بحالها سابقاً يعني مباشرة من بعد قرار الاتحاد الأوروبي يعني عدم جديد اتفاقية الصيد البحري مباشرة دازت المملكة المغربية للعمل على حماية السواحل فكانت رسالة قوية في ذلك اللحظات هذه لكن دابا ستكون رسالة أقوى حيث تستعد القوات المسلحة الملكية المغربية لبدأ مناورات العسكرية في المحيط الأطلسي قبال السواحل الصحراء ابتداء من يوم الأحد المقبل وسستمر ثلاثة أشهور كاملة أي إلى غاية نهاية السنة حيث ستخوض القوات المغربية تدريب عديدة باستخدام الذخيرة الحية وتعتبر هذه المناورات هي الثانية من نوعها قبال السواحل الصحراء حيث كانت القوات المغربية قد أجرت تدريب عسكرية في نفس المنطقة لعدة أسابيع اتداء من ماء الماضي وذلك مباشرة بعد رفض المحكمة الأوروبية طعنا تقدمت به المفوضي الأوروبية بشأن استئناف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بما يشمل إقليم الصحراء بخصوص دوافع المغرب لإجراء هذه المناورات حسب خبراء عسكريون فإن هذه المناورات تأتي في إطار مراقبة مجاله البحري بعد ترصيم حدوده البحرية بمحاذاة الجزر جزر الكناري وتستمد هذه المناورات لتشمل كل من أكذير العيون والدخل وأضاف شقير أن هذه المناورات تعكس رغبة السلطات المغربية في بسط نفوذها على هذه المناطق لحمايتها من كل أشكال الصيد الجائر من طرف السفن الأجنبية كما تم مؤخرا من خلال اقتياد سفينة تركية كانت تقوم بالصيد بشكل غير قانوني بالإضافة إلى تصديل أي محاولة تسلل القوات معادية تنتمي لجبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر كما أشار نفس الخبراء إلى أن هذه المناورات العسكرية قبالة سواحي السحراء تجعل المغرب يكرس سيادته على مجاله البحري في نفس الوقت إظهار أن المملكة أصبحت قوة بحرية أطلسية في ظل هذا المشروع الأطلسي اللي قدمته المملكة المغربية لربط دول الساحل بالموحيط الأطلسي فما جدت أنك تمنح هذا المشروع الهائل المشروع الكبير لدول الساحل وفي نفس الوقت ما تكونش حامي السواحل ليلك هذه كلها من بين الأمور اللي قد تدفع بالمملكة المغربية أنها تقوم بهذه المناورات العسكرية هناك أسلحة كذلك جديدة التي سيتم تجربها أسلحة بحرية المغرب يطمح لاقتناء غواصات يطمح لعدة أمور وفعلا هذا هو الوقت اللي خاص فعلا المغرب يكون كيحمي السواحل ليهنو ندوزو الخبر الموالي متوينة كرام ونمشي لجيرانينا الأصليون الحقيقيون وهما القبيليين فالقبيل تشهر المقاطعة في وجه الانتخابات الرئاسية الجزائرية من بعدها الحملة المصعورة اللي كانت حملة انتخابية بحل الله يديروا انتخابات في المغرب مماشي في الجزائر لأننا عارفين فيش كتكون انتخابات كتكون الأمور الداخلية هي الأساس هذا كان أعطيه الاهتمامات للعلاقات الخارجية فلم يكن هناك أي حديث على البنية التحتية ولا ما سيقدمه المرشحون للشعب الجزائري قد ما كان اهتمام بالعلاقات مع المغرب خلق يعني واحد الهاجس دي لأن جزائر مستهدافة من طرف المغرب وإسرائيل هذه كلها نقاط اللي كانضن أن معقبها غير القبيليين الأحرار ونقول القبيليين الأحرار أن السلاح اللي فيدكم ده بفضل لحظة هذي هي المقاطعة دي لهذه الانتخابات علاش باش تردوا على الظلم باش تردوا على الحقرة باش تردوا على الاعتداءات باش تردوا على هاتش هذا الكامل عندكم ده با انتوما في موقف قوة ما تنساوش سنة 2021 والحرائق ما تنساوش الاعتقالات ما تنساوش أنه يتم منعكم من مغادرة التراب الجزائري ما تنساوش أن الإبادة اللي وقعت لكم الشهادة الكامل ده بنتوما في موقف قوة ماشي في موقف ضعف إذن هذه القوة هذه خصوصكم تستمروا فيها مزيح فأشهرت منطقة القبائل المطالبة بالاستقلال عن الجزائر سلاح المقاطعة في وجه الانتخابات الرئاسية الجزائرية المزمع إجراؤها في التاسح من شتنبير القادم وفي هذا الصدد أكد زعيم حركة الماك المطالبة باستقلال القبائل فرحة مهني أنهم في منطقة القبائل قرروا المقاطعة للرئاسيات وما وصفه بكرنفال المهرجين المشاركين في الحملة الانتخابية لتبون وأوضح مهني في تغريدة على حسابه بإكس بأنه في مواجهة إصرار منطقة القبائل على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من شتنبير 2014 تنظم الأجهزة الجزائرية كرنفالا للمهرجين في تيزيوزو بمشاركة مهرجين من أماكن أخرى وكشف المتحدث أن النظام الجزائري يحاول إيهام الرئي العام أن المشاركين في الحملة بيزيوزو أنهم من المنطقة مشددين على أن أولئك الذين يفهمون لغة المنطقة ما عليهم سوى الاستماع إلى ما يقال في فيديو مؤرخ أمس الخميس ليودريكو على الفور أن هؤلاء المتظاهرين لا يتحدثون لغة القبائل وفعلاً ما يمكنش تجيب مثلاً هنا واحد في المغرب من طنجا يقلد طنجاوة في الحديث دياله يستحيل ما سيكشفه؟ يكشفوه الطنجاوة وما يمكنش تجيب واحد من بلاسة أخرى يقلد مثلاً الناس ديال أقادير ما سيكشفوه؟ يكشفوه الناس ديال أقادير وما يمكنش تجيب واحد من منطقة أخرى ويقلد لك الحسانية الصحراوية ويكشفوه الناس علش لأن كل منطقة وعندها لهجة ديالها وعندها طريقة ديالها ديال الحديث فهنا شنو بغاو يديروا الكابرنات؟ بغاو يوهموا للرأي العام سواء المحلي أو الدولي على أن فعلا القبيليين مشاركين في الحملة الانتخابية ويديروا تهريج للمهرج الكبير ديالهم لكن أنا كنقولها من هذا المنبر أن السلاح اللي كيحملوه القبيليين في الدمدب حاليا ومقاطعة الانتخابات ويكون الرد يعني إلا عندهم طموح فعلا أن القضية ديالهم تزيد في الأمم المتحدة وتزيد الأمام صميبينو للعالم المقاطعة ديالهم إما إلا كانت مشاركة في الانتخابات راح بحل لك تتعلن لولاء للعسكر اللي قاس كي دير فيكم هذه الإبادة هذه واللي قاس كي سبب لكم مشاكل حقيقية فأهم شيء هو المقاطعة ديال هذه الانتخابات هذه باش القضية ديالكم تلقصد أما إلا كانت المشاركة والانبطاح عرفوا على أنكم هتبقوا دائما تحت الأيدي ديال العسكر فنحن نطمح لجوار أفضل بطبيعة الحال وبالتالي القبيليين يعني عندهم عندهم علاقات جيدة مع المغرب وعندهم طموح كذلك أنهم يكونوا يعني عندهم علاقات جيدة مع المغرب ما ننسوش أن الاتهامات لتوجهات الأهل القبائل حرقوا لهم يعني الأراضي ديالهم في نفس الوقت وجهلهم ااتهامات على أنهم هما اللي قاموا بذلك الحرائق وشكينشي واحد كي حرق ملكه وكي حرق يعني أرضه وتبع أن تبون رفض إطفاء الحرائق ورفض المساعدة من الدول المجاورة فيما تنكر المواطنين لحالهم كما تم اعتقال 13 ألف وتمت إدانة 10 ألاف لمنطقة القبائل بسبب أرائهم المتعلقة بالاستقلال فيما عشرات الألاف من سكان منطقة القبائل تعرضون لحضر على مغادرة التراب الوطني وذكر بما وصفه بحالة تعديب المنتشر على النطاق واسع في ظل ما يسود من مناخ من الرعب في منطقة القبائل ضد أي رأي مؤيد لمنطقة القبائل هذه الفرصة دي لكم يا قبائلين دوزل الخبر الأخير متابعين الكرام باش نختمو الفيديو دينا قد نظروا على العلاقات الاقتصادية ما بين إسبانيا والمغرب وهنا بعيد على السياسة وبعيد على أي شيء قد نظروا على الضعف سلاسل توريد العالمية وميثاق الاستثمار الجديد اللي كيدفعوا أكثر من 360 شركة إسبانية لنقل نشاطها إلى المغرب فقامت أكثر من 360 شركة إسبانية بنقل منشآتها الإنتاجية إلى المغرب في سياق الاتجاه المتزايد للهجرة الصناعية الرامية للتكييف مع سياسات الاتحاد الأوروبي واستغلال الفرص الاستثمارية الناشئة ومناخ الأعمال الذي توفره المملكة خاصة بعد جائحة الكوفيد-19 التي كشفت عن نقاط الطعف في سلاسل توريد العالمية وشجعت الشركات الأوروبية على تقصير سلاسل توريد وتفضيل دول شمال إفريقيا لسيما المغرب وهمت ظاهرة الهجرة الصناعية من أوروبا صوب المغرب مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك شركات الملابس والأحذية وشركات الأغذية والمشروبات مما يشير إلى تزايد اهتمام الشركة الإسبانية بالاستثمار أو فتح فروع في المغرب فبينما قامت بعض الشركات بنقل عملياتها بالكامل اختارت شركات أخرى إنشاء فروع أو إقامة شركات مع شركات مغربية ما يحفز هذا التحول الاستراتيجي بالرغبة من توطين سلاسل توريد وزيادة المرونة في مواجهة الاضطرابات العالمية المستقبلية وبات مناخ الأعمال الذي توفره المملكة لهذه الشركات فضلا على الإجراءات الجمهورية المبسطة والإمكانات الكبيرة لتحقيق خفض في التكاليف من العوامل الرئيسية التي تدفع هذه الهجرة يتشير تقديرات إلى أن الشركات الإسبانية يمكن أن توفر ما يصل إلى 100 مليون أورو من الرسوم الجمهورية بمجرد إلغاء المغربية التعريفات الجمهورية على 70% من واردات الزراعة ومصايد الأسماك وفق تقديرات وكانت مختصة في أبحاث السوق إذن شركات الإسبانية قامت بهجرة عكسية هجرة عكسية لأينة للمملكة المغربية بحثا عن موطئ قدم فكذلك ميناء طنجة المتوسط كان عنده واحد دور مهم جدا في استقطاب الاستثمارات بحكم أنه أعطى الأمل جديد السيراد والتصدير في المملكة المغربية وحكم يعني الطاقة السعبية دياله كذلك غذوك تفوق على موانئ إسبانية وكذلك يعني عدة أمور إضافية كتفتح لمجال وكتفتح الشهية للشركات الأجنبية أنها تستمر في المملكة المغربية هذه الأخبار ديالنا اليوم متابعينا كرام أتمنى تكون لقاتكم ومشاهدوا على خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كشكركم على حسن المتابعة على اتمام ديالكم لدى التعمل المتواصل لقناتنا ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر